أما بعد فالحج فريضة شرعية إسلامية كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقد جعل الله عز وجل هذا النسك ليشهد الناس منافع لهم فيكون من أسباب هجرتهم إلى الله تعالى وتقربهم إلى الله بالتوحيد وأداء النسك والوصول إلى البيت العتيق ويكون ذلك من أسباب مغفرة ذنوبهم ورفع درجاتهم وإبراء ذممهم والله جل وعلا إنما أوجب هذه الفريضة على المستطيع فغير المستطيع سواء لعدم قدرته المالية أو لغير ذلك من الأسباب فإنه لا يلزمه الإتيان بهذا النسك ويكون له أجر يماثل أجر حجاج بيت الله الحرام ومن الأمور التي نؤكد عليها في هذا الباب أن يحرص الحجيج على أن يؤد النسك بطمأنينة وبقلوب هادئة وبأخلاق فاضلة وبحسن تعامل مع الجميع وخصوصا الجهات المنظمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر